كذلك تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالا هاتفيا من معالي ايف لابد وزير خارجية دولة اسرائيل واكد معالي خلال الاتصال الهاتفي ادانته الشديدة للهجوم الارهابي لمليشي الحوث الارهابية وشدد معالي على وقوف بلاده مع دولة الامارات عقب تعرضها لهذا الهجوم الارهابي داعينا المجتمع الدولي الى ادانة مثل هذه الهجمات الارهابية التي تهدف الى تقويض الامن الاقليمي والحاق الاذى بالابرياء وتقدم معالي بالتعازي الى دولة الامارات في ضحايا هذا الهجوم الارهابي الغادر معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين